لو هنتعامل مع الأطفال لازم ألحق بقى معنش قدرة ذاك كبيرة أعمل إيه شكرا حضرتك قلت يعني نقطة مهمة جدا وهي انسداد مجرى الهوى عند الردع الصغيرين بالزاد طبعا انسداد مجرى الهوى ده يعني ممكن يحصل بسبب الرضاعة على فكرة يعني منشوف أمهات كتير وهي بتردع تلاقي البيبي لازم يبقى بلع حاجة ممكن الرضاعة ممكن يبقى بلع حاجة طبعا ان هو دخل حاجة جوا بقه فسدت مجرى الهوى فطبعا انت نفس وقف طبعا دي من أخطر الحالات على فكرة اللي ممكن تموت فدي يعني شكرا على السؤال ده لديه معلومة مهمة جدا نازم نعرفها طيب زي ما حضرتك قلت هو إيه العراض اللي بتظهر عليه هليه قطع صوت خالص ما بيتنفسش خالص وهليه يعمل بيعمل حركات هسترية كده ويزرق وبتده ويبتده يتخطف اعمل ايه على طول فورا كده وانا قاعد هبتدى ان انا افرد ايدي كده وهبتدى ان انا ادخلها ما بين رجليه عشان اقمنه كويس وهمسك من عند العضمتين دول من عضمتين الوجنتين هبتدى ان انا امسكه بنفس الطريقة وهبتدى ان انا نزله لتحت كده ايدي اليمين على رجلي اليمين ما بينه حين الكتف بقى بعقب اليد اللي هي اخر حتة في ايدي او اكوا حتة في ايدي هعمل خمس خبطات قوية جدا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة بعدين هبص عليه كده هتأكد الجسم الغريب ده خرج ولا ما خرجش طب لو ما خرجش هبتدى بقى ان انا اقلبه على الناحية التانية بس اذا اقمن ان عند راسه لانا طبعا ده رضيع ما بيتحكمش في راسه بويس فهبتدى ان انا اقمنه من الناحية التانية على ايدي التانية ورجلي التانية ودائما دلعمة بين رجليه وهبتدى في نص الصدر هنا هعمل خمس ضغطات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة طب ما خرجش في النص مش تحت الاحسنية لا في النص هنا عند العظم في الحتة الناشفة يعني مش في الحتة لا مش عند المعدة مش فهم المعدة عند فهم المعدة على طول طبعا عند رضيع بنحدد من عند الحلمتين كده خط وهمي تحت الخط الوهمي ده ده المكان اللي احنا نضغط فيه بالزبط بفضل اعمل الحركات الخمس خبطات والخمس ضغطات دي لغاية لما الجسم الغريب يخرج او يحصل له ايه فقدان الوعي لو فقد الوعي طبعا فورا هنتصل بالاسعاف ونبتدى نشتغل معا حاجة اسمها الـ CPR او اللي نعاش القلبي الراوي ده اللي احنا اتفقنا نحنا ممكن نتعلمه لكن الام ممكن تعمله التنفس ده لحد ما يجي الاسعاف اه الحركة دي الحركة دي اللي احنا تعلمناها ده توم هو واعي يعني الشخص ده لسه نفتح عينيه دي بنعملها على فكرة معا نبالغ والطفل وردية نفس الخبطات لو فقد الوعي ده مش هيجيب نتيجة لأ مع الفقد الوعي يجيب نتيجة بس بنعمله حاجة اسمها الـ CPR او النعاش القلبي الراوي ده اللي بننزل بقى نضغط على صدره بشكل كامل كده ونبتدى نفتح مجر الهوى ونددره دي اللي محتاجة تدريبه دكتور دي مش هينفع ان انا عملها من نفسي برضو لازم بقعارف عشان الضغطة دي لغاية ايه ما بدل ما لابتك